السلام عليكم أصدقائي الأعزاء مرحبا بكم في هذا النهار فيديو جديد ونهار جديد نتمنى يربي يلقاكم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة وليب أخوتي أخوتي أحداث الحلقة الأخيرة لمسلسل المكتوب وأيضا الأحداث اللي غادي تكون في الجزء الثالث لمسلسل المكتوب اللي بغيت نقول لكم وكمل من بداوه أنه في آخر لحظة المخرج قرر أنه يبدل أحداث الحلقة الأخيرة في آخر دقيقة والسبب للتبديل الحلقة الأخيرة أخوتي 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 هم أنتم مشاهدي ومتابعي الكرام لأن البليبار اللي عرف أن الحلقة الأخيرة غادي تموت فيها هند التواحد ما تقبل انتحار وموت هند وكل شيء يقول بغينا هند وبغينا هند ترجع ليوسف وبغينا هند ترجع بقوة فالمسلسل كان ناجح بامتياز والأحداث كانت مشوقة اللي زبين في هذا المسلسل أن الأحداث دياله والتوقعات دياله حتى هما شارك فيهم الجمهور إيه يا للا يعني حتى توم مشاهدي الأوفية حتى توم اللي لهمتوا المخرج وكاتبة سيناريس أنهم يديروا لنا الجزء الثالث ويبدلوا الحلقة الأخيرة في آخر لقطة ويرجعوا لهند المهم خوتي أخواتي غادي نقول لكم التوقعات اللي غا تكون في الجزء الثالث واللي تهي غا تكون توقعات نار 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 فالحلقة الأخيرة بقات مفتوحة وبقات غير مبهمة ومن أهمها أن هند غادي تغير الأقوال ديالها وما غا تنازلش لهم على التورة التروة ديالتها وغادي تبدل الأحداث وأيضا شفنا فيها حميد كي يحرق راسو هنا أخوتي أخواتي المخرج غادي شوفها لحسب كيف ما قلت لكم راح تدتوما كتعطو كتعطونا شحنة وطاقة إيجابية باش الحلقة كاتمشي على توقعات الجمع والصعب غايمو حتى توقعات ديالكم وراكم عندي من تساركم غايمو المهم غادي نضو نطرقو ثلاثة الحوائج مهمين عادة بش نضو ذو الأحداث فمسلسل المكتوب غادي يكون فيه الجزء الثالث والجزء الثالث اللي غادي نطرقو فيه هو أن هيند غادي تبغي تقلب على الأصل ديالها والفصل ديالها وبا هاشكون أم هاشكون وهنا أخوتي وأخواتي غادي نرجع لكم في الموسم الأول لمسلسل المكتوب واللي كنا خلينا لكم تعالق وكن نقول لكم فيه بأن هيند هي أخت مريم وبأن هيند راح خالد سليمة فما يمكنش هات الشبه الكبير بين مريم وهيند يدوز مرور الكرام فهيند من اللي غادي تقلب على الأصل ديالها وغادي تشبحت شكون ما هو شكون بباها غا تلقى أن بباها هو الأب ديال مريم يعني هيند غادي تكون خالد سليمة أيضا خوتي وأخواتي شفنا في نهاية الحلقة الجزء الموسم الثاني لمسلسل المكتوب أن حميد حرق راسو هن خوتي على حساب حتى هي تقبل جمهور لشخصية حميد واش بغيتوه يموت فعلا ولا ما زال بحتاجينه يكون معنا في الجزء الثالث هن خوتي وأخواتي شفتو حميد حرق راسو دونك هنه غادي تبقى معه متوقفة واش غايموت واش غادي يجي عالي ينقضو ويمشي للسبيطار ويتعالج ويدير عمليات ترميم اللي يرجع ليبدأ من أزيرو ويشوف واش غادي يكفر على الذنوب دياله واش 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 المهم حتى التوقعات ديالكم كيف ما قلت لكم راح تهي كتشارك في هاد المسلسل اللي أنا كان نحسبه أن جميع المغاربة كتبوا الدراما وشاركوا في كتابة سيناريو أيضا هند في آخر الحلقة الأخيرة حلات عينيها وهذا يعني أن الكاتف في آخر لحظة تخلى على عملية الانتحار ورجع لينا هند للحياة هند اللي غا تكون في الموسم الثالث لمسلسل المكتوب غا تظهر بقوة وغا تظهر بشخصية غير الشخصية اللي شفناها من البداية المسلسل حتى النهاية وهي غير كاتب كيو كاتش كيو تال فوما عارفة هاد المرة اللي هند تبدلات خصوصا كيف ما شفتوها اشنو دار ليها ميلود وكل شي يعني أبسط الأمور فاش ارجع ميلود أول حاجة كان كي خصو يدير هو أنه يمشي يسول في بنته إيه هي ماشي بنته ولكن هي اعتبرت تباها وفاش بغا يمشي جات قاتله بابا فين غا تمشي وغا تخليني يعني ربات عليه الكبدة يعني باغا وخطرة اللي ترى ولكن باغا في حين أن ميلود الأناني في حين أن ميلود الاستغلالي اللي ما كيعرف تشي واحده كيعرف غير راسه ما عقلش عليها ومشانيشا غير الباتول اللي مقابلها ميلود اللي سمح في حليمة وما عقلش عليها واللي مع أول استيدة محتاني تخلى عليها ميلود اللي سمح في زهراء على قبل الباتول إيه زهراء سمحات فيه ولكن زهراء يعني الحمد لله قدرت أنها تخطى الماضي ديالها وتجاوزه وقدرت أنها تعيش لأنها عندها عقدة ديال الرجال فأنها إنفو عرفت راسه أنها قادرة تواصل حياتها بالراجل فما عقلش علي ميلود لأنها حتى هي عرفت في القرار ديالنفسه أنه فقط أناني واستغلالي المهم الحلقة أفوان الجزء الثالث لي مسلسل المكتوب غايكون فيه حتى هو زواج الباتول بميلود اللي غاتبتها هي أحداث الصراحة هات الزواج أنا بالنسبة لي كيبقى غير زواج اللفعة مع النمس خصوصاً لديك العين عندهم اللي غي كي يضوروا دونك غادي يكون زواج فاشل اللي غايكون كله زواج فقط من أجل المصلحة غادي نشوفو أخوتي وخواتي أن هيند غادي ترجع تصالح مع الأم ديالها وغا نشوفو أن الشيخة حليمة غا تزيد تقوة يعني مشي في البداية لأنها هي كيف ما شفتوه ندمات ندمات على كل حاجة دارتها في بنتها ودنيا بطازوت هاد المسلسل أبدعت بجدارة ومشهد نهاية المكتوب كان مشهد رهيب وكانت آداء نجمة دنيا بطازوت كأنها جي من كوكب آخر النهاية كانت مؤلمة وكانت رائعة في نفس الوقت الشيخة حليمة بقات فيها هيند وحسات بالندم وضرباتها الفقدة ولكن هادك الشي كله كان معطل بغات الفلوس وما حاولت شفهم بنتها أما هيند المسكينة فما كان كيهمها الفلوس لوالو فقط كان كيهمها غير الحب ويكون ضاميرها مرتاحة هيند عمرها مرتاحة لا قبل ما تزوج بعمر وحلحت تزوجت من اللي تزوجت بعمر وكيف ما شفنا في الحلقة الأخيرة إدريس رجع الفاطمة فاطمة اللي كتحمق عليه وكتبغي إدريس حتى هو عزيزة عليه فاطمة وكيبغيها ولكن كانت عنده العقدة أن الشيخة حليمة هي اللي كتتحكم فيها فضوك هنا رجعوا اتصافوا مع بعضياتهم ورجعوا يربوا هذك الولد عمر الصغير اللي غادي يولي ولدهم شفنا أيضا العرس ديال سليمة اللي اطرات فيه هذك الكاريتة ديال حاميد واللي حتى هو غادي يخلي واحد شرخ كبير في سليمة وتقدر في هذك اللقطة أنها تقلب على علي لأن سليمة حتى هي ما فيهاش الأمان ولأنها هي في الأصدرح كتبغي حاميد وعلي جا في الوقت الضائع علي جا في الوقت اللي سليمة كانت مضمرة ومكسرة وما عارفاش فين تزيد وفين تعطي الراس يعني أيضا حتى الزواج غادي يبقى معلق شفنا أيضا المهدي اللي ارجع لتنا سيمة ولا خاوف زقاوة ولكن عمر المهدي ما كيبغي ناسيمة المهدي ديما قلبه معلق بهيند ولكن هيند كيف ما قلت لكم غادي ترجع في الجزء الثالث لمسلسل المكتوب غادي ترجع بوحة شخصية قوية وهي اللي غادي تاخد صدرة وهي اللي غادي تاخد البطولة وغايد زاد معاها بطل آخر اللي غادي تبغي هيند لأنه كيف ما شفته يوسف غير مع الجيها الرابحة ما عارفش شنو باغي مرة ما نسمحش في هيند مرة ما نسمح في هيند مرة ما نسمحش في هيند يعني تالف ما شاد تطريق في اللول ندم وما بغايتش هيند وقال ندم تكون تبعت قلبي وتزوجت هيند ولكن تجاتوا الفرصة وعودتاني نفس الشيء ترى أمه قبل ما تموت قاتلي غا سخت غا رضا ولا كيخمم واش يتبع سخت أمه ولا يتبع رضا قلبه فهنا حتى هو يوسف ما عندوش قرار وبين لاعب ما بير ايه كيبغي هيند ولكن ما خيتش القرار الحاسم وفيما كتجي لحظة تقرير المصير يوسف كيمشي هربان وما كيتلفتش ورا هات الشي اللي غادي يخلي هيند احتها هي غادي تحقد علي وما غاداش تلفت ورا واخا يرجع ويطلب منها ندم ويقول لاراني باغيك صافي هرسها شحال من مرة شحال من مرة جات عندو وبكات علي وقاتلي اجير رجعه وفلخر كي يخوي بيها على قل من هي حاجة شتوح لي ما فاش طلبت منه انه قاتلي يسمح لينا تتعدينا عليك لانا ولمك يعني تعدين على هاد العلاقة وما خليناكم شعيشو كيف ما بغيتو سمحوا لينا طبعنا فالراجل هو اللي ياخد القرار الحازم ويوسف عمره ما كان راجل مع هيند لان فيما كيكون القرار كيخوي بيها ويتخبى بحل الفار احداث مسلسل المكتوب للجزء الثاني كلها بقات مفتوحة ناسي ما ما زال ما تزوجتش بيهيند بي عفوا عفوا كيفونا في الحقيقة والله ناسي ما ما زال ما تزوجتش بيه المهدي الباتول غادي تزوج بميلود سليمة نهار عرسها نهار طرات هذيك الكاريتا يوسف خواء بهيند هيند غا ترجح بقوة وغا تحتل الصدارة وغا تحتل البطولة ودائما وصلنا مشاهدي الكرام لنهاية الفيديو فانتمنى ايضا حتى التوما ما تبخلوش لنا بالتعاليق ديالكم وبالتوقعات ديالكم للجزء الثاني واللي ديما را كنقرأ لكم ونطيق ديالكم وصارحة كنقال لكم ونطيق ديالكم حتى هي توقعات في الصاميم وبزف بزف بزف لي كان ضد ان هيند انتاحر كان شكركم من هنا الاخوات اللي خلو لي هاد النقطة ديال انه ما بغوش هيند انتاحر واللي احتهم اطلبوا مني انهم يتوصل الرسالة للمخرج ويغير لنا الحلقة الاخيرة لمسلسل المكتوب وتما كان فانطلقوا ان شاء الله الله يطول لنا ويطول لكم في العمر وانطلقوا ان شاء الله في الجزء الثالث لمسلسل المكتوب وهذا ما ينفيش ان قناتي دائما غتفقد جيب لكم جديد المسلسلات المغربية بالاضافة الى بيع ذهب فرنسا فاي واحد كيبغي خصوص العيالات كيبغو هاد شي ديال ذهب فرنسا فتواصلوا معايا را غتلقوا الرقم الهاتف في الشاشة ديالي اكيد وتواصلوا معايا ولا دخلوا الستاتيو للفيديوهات القسار اللي غادي تشوفوا الذهب اللي تنبيع نتلاقوا اكيد فيديوهات قادمة باذن الله في امان الله وعيد مبالك سعيد دخلوا الهاتف